النظام الإيراني بين معتركين صعبين قد يؤديان به إلى العزلة العالمية نتيجة سياسته التخريبية وعبثه بأمن والسقرار المنطقة ودعم الميليشيات الإرهابية وقمع الأحتجاجات والتظاهرات الداخلية بأبشع السبل عملية شائكة أن يقود الرئيس الإيراني جبهة داخلية من القمع والتنكيل ضد الاحتجاجات الشعبية العارمة وفي الوقت ذاته يلقى على الجبهة الأخرى تزاحم أقدام الدول والمنظمات الدولية تهدد إما الالتزام بالاتفاق النووي أو العقوبات والسخط الدولي وفي ظل هذا التوتر الدولي حذر يوكا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة من تداعيات انهيار الاتفاق النووي مع إيران وقال أمانو خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع أنه إذا كانت هناك نية لإفشال الاتفاق النووي فإن هذا الموضوع يعد خسارة كبرى لآليات التأكد من سلمية البرنامج النووي الإيراني والتعددية فيه في تلميح واضح منه إلى النوايا الإيرانية الخبيثة لاستغلال فترة عدم الرقابة في تطوير الرؤوس النووية كسلاحا عسكري يسهم في تنفيذ أجنداتها التوسعية والطائفية في المنطقة الاجتماع الموسمي لأعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيننا جاء ليناقش التقرير الجديد للمدير العام حول تنفيذ إيران لالتزاماتها في إطار الاتفاق النووي وستستمر الاجتماعات حتى يوم الجمعة القادم لتتناول قضايا أخرى بما فيها تنفيذ اتفاقيات الوكالة ذات الصلة بقواعد السلامة والأمان في كوريا الشمالية وسوريا وكذلك التقارير ذات الصلة بمراجعة الأمان والتقنية النووية وفي المقابل نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن تكون إيران وافقت على إصدار ترخيصا من قبل الإدارة الأمريكية لتصدير أجهزة إشراف لتجديد الرقابة على تنفيذ الاتفاق النووي وبأنها تمت وفق معاهدة الحضر الشامل للتجارب النووية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حدد في يناير الماضي مهلة 120 يوما للكونغرس الأمريكي والشركاء الأوروبيين لتعديل الاتفاق مع إيران مهددا بخروج واشنطن منه إذا لم تنفذ الشروط الأمريكية هذه الجهود والمساعد دولية المستمرة لثني النظام الإيراني نظام الولي الفقيه عن تنفيذ مخططاته الإرهابية في المنطقة عبر دعم الميليشيات الإرهابية وتقويض الأمن والسلم الدوليين ومحاولات إسقاط الأنظمة العربية كلها جهود تواجه التعنت الإيراني الذي يتغطى بعباءة الدين لتحقيق التأييد المذهبي ولكن الجبهة الداخلية في إيران وضعت نظام الولي الفقيه في خانة ضيقة جدا تجبره على التعامل مع الموقف بسياسة مختلفة تقتضي التهديئة الداخلية ليتمكن من تحقيق تطلعاته الخارجية إلا أن هذا النظام ذهبت هيبته أدراج الرياح في ظل المطالبات الشعبية بإسقاطه وحرق صورة قياداته الدينية المقدسة قبل أن ينتفذ الشعب ضد الفساد والخراب في أروقة النظام ترجمة نانسي قنقر